اشتركوا في القناة وصول التعليم الى الفئات الاكثر احتياجا حيث فاز بالجائزة كل من فنلندا عن مشروع Think Link وهو عبارة عن حلول للبرماجيات تمكن المستخدمين بسهولة من اثراء الصور ومقاطع الفيديو بالمعلومات والملاحظات الصوتيات والوصلات المساندة باستخدام تطبيقات الهواتف النقالة او الحواسيب اللوحية وهولندا عن مشروع Can't Wait to Learn والذي يهدف الى توفير فرص التعلم ذي الجودة للاطفال في مناطق الصراعات عبر انتاج مناهج تعتمد على اللعب في مواد الرياضيات والقراءة بثلاث لغات العربية والفرنسية والانجليزية وبهذه المناسبة اشاد الوزير بالسمعة الكبيرة التي نالتها هذه الجائزة الدولية الهمة لاتساقها وانسجامها مع داف اليونسكو في نشر التعليم للجميع بكافة الوسائل ومن بينها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبما اتسمت به الجائزة من شهرة كبيرة بين الاوساط العلمية والاكاديمية حول العالم يشهد بذلك الاعداد المتزيدة من المشاركين كل عام واضف الوزير ان اليونسكو ستنظم بالتعاون مع الوزارة حفلا لتكريم الفائزين بالجائزة وذلك بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس علما بانه قد تقدم هذا العام للتنافس على هذه الجائزة مائتين واثنين مشروعا ومبادرة من ثلاثة وسبعين دولة وتم اختيار مائة وتسعة وثلاثين مشروعا مستوفيا للشروط لدخول المنافسة اشتركوا في القناة